لماذا سيكون سجلتك المكالمة؟ لأن هذا سمعها لأنك يقول لك العثماني ما العثماني شو بغي يقول بها وباش غتعرف الرقبة بالإشكالية انت ممكن يكون عندك رقم اسميتك يفترض انه انتفتك التليفون ممكن يكون اعتيت نختك أو نخك ولكن يفترض كانوا على 50% أو 30% انه انتلك انتك تستعمله ولكن هذه التليفونات ديال الشركة باش عرفوا بأنه انتك الرقم يستعمله توفيق بعشرين لانا كانوا كنت تصنتوا عليه انه ودا عندي رقم اسميتي غادي مشوا الرقم يشوفوا بسميتي ورقبة ممكن انا نديره بسميتي ونعتين خويا وبدوا رقبوا خويا وكده كانت انا الرقم انا دير الرقم ديال المرتي وكانت بيفاء وما عارفين بأنني انا اللي كانت تكلم في الرقم ديال المرتي باش غادي كونوا عارفاني انه وقعت تصنت وده من الفين وسبعت عارفاني وكانت تصنت ديال توفيق بعشرين هدي جريمة اغدافية تاب الاشكالي كان في الملف هذا لو كانت المساطر سليمة وقانونية ما كانت اشي معناه ما كانت اشي معناه ما كانت اشي معناه وكانت تحاول تحمل مشؤوليته كل واحد ولكنني متر بحال دابا كان سموا والاخوة نسموا وكانت تحمل مشؤوليتي قالوا لنا بأنه كان واحد جهاز مخابراتي في المغرب كي استعمل الفناديق وكي تدير العدسات تدير الكاميرا في الفناديق او في المطاعم وكي تدير وخيرا او في المطاعم نتكلم مع اشي واحد وكي تسمعني ان يقول هذا التجسوس وذا كان التجسوس مخبور في المغرب حنا ما بغينش نعيشو في ندام بوليسي ما بغيناش تماما ما بغيناش ندام الهيترر وستاني ما بغيناش وانه حاربه حنا هل لكي لحد جريمة قم الجريمة ضروري قم الجريمة ان طريق النياب العماء وإذا كانت النيابة العمّة أو القضاء ران إشارة المخابرات تقولوا هذه نعم رادي نحربوه أنا بعد ذلك سأموت في المغرب وما نمشيش بالمغرب وما نبدلش الجنسي سأحارب النظام البوليسي هذه ما مقبوله شيء تكون واضح هذا شيء را ما مقبوله شيء هذا ما نقوله حنا مخير فينا وإذا السخط الكعداسة مدة ثلاث سنين عندي باش نصيفتك لدي إعدام نكنوا واضحين قالوا مخير فينا 30 مليون ما كان ستين لا مومي ولا أختي ولا أبا ولا باوة ما ستحت باشر ما ممكناش القبلوها لا ما شيف نظام الدجسوس والبوليس وتبيعت ما مالقوش قابلين أن البوليس يديروا اللي يبغوه قال لي قاتل شيء مرافضل بيد أحد الملاء ومعرف وما كانت في القادية التوفيق في عشرين النياب العمى دارت أربعات ديال البلاغات قبل قاعد عتقها ديالو وفي القادية ديال البوليسي اللي قتل جلد الناس في حل النموس بالفردي ديالو في الدار البيضاء كان شي بلاغ ديال النياب العمى كانت شو حقالينا شنو واقع واش مرتو واش خلتو واش شركتو واش كانو دايزين واش كانو سكراني واش كانو على خطرهم شنو واقع شنو السبب واش تصفيح هسابات واش اصابة اجرامية ماذا نعرفه؟ نفس الشيء كان واحد جادرميك يقول لك بأنه والده تقتل في البوليس في تمارا كان عنده لازم ملاخر دربون ومثلوا كان شي بلا كان شي بحث في نصر البحث فتانجة حديث ولا حراج البوليس يديروا اللي يبغوا حتى في مشاكلهم العائلية فتانجة حتى في مشاكل الداخلية والعاطفية كتصرفوا كما بغاو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة